موسيقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تابون الذي وصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين خلال اجتماع الوزري الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجنهورية الحريري يعلن تعليق مشاركتي في الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات في لبنان موسيقى موسيقى بان رامانيل ساعة اخبارية شاملة أهلا بكم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي رئيس الجزائري عبد المجيد تابون وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلا أن رئيس الجزائري يزور مصر لمدة يومين يجري خلالها معه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة محادثات تتناول تعزيز التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا الصياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغي عددها حوالي 30 ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة السحلية المتميزة وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعة حرب ومصطفى كامل ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الاسبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحضائق التراثية بالعاصمة كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون بشقيها السكاني وكذا التجاري والطرفيهي فضلا عن تطوير منطقة مثلث مسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمقدم طيار بها الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية الذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة عودة من جديد لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى القاهرة هذه الزيارة التي تستغرق يومين واستقبال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لسيادته في مطار القاهرة الدولي وعن العلاقات المصرية الجزائرية وأهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدرسات السياسية والاستراتيجية دكتور غباشي بعد تحية كيف تثمن العلاقات المصرية الجزائرية تزامنا مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في ظل حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون المختلفة على شتى الأصعدة والمجالات يعني بالتأكيد العلاقات بين مصر والجزائر علاقة حقوة علاقة مهمة جدا وعلاقة جيدة جدا كانت هناك زيارة للعمامرة وزير الخارجية الجزائري قبل مجيء عبد المجيد تابون ومتصور أنه في زيارة وزير الخارجية الجزائري نقل رسالة من عبد المجيد تابون فيما هو مرتبط بأليات انعقاد القمة العربية القادمة في الجزائر وسبل نجاحها القضايا الملحة التي ستعرض على أجنة هذه القمة وأطر عمل الدول العربية لنجاح هذه القضايا التجاذبات القوى الإقليمية والقوى الدولية في العالم العربي أيضا مسألة متصورة أنها ستكون على أجنة هذه المباحثات بالوضع داخل الصحة الليبية بالتأكيد الوضع بالنسبة للصحة اليمنية القضية الفلسطينية العلقات العالم العربي وبعض وبعض علاقة إلى حد كبير جدا بأمثل حاجة إلى معالجة قضايا كثيرة موجودة على أجنة زيارة الرئيس عبد المجيد تابون لمصر وتأهيل الجزائر لاستقبال القمة العربية القادمة ونجاحها يعني مطلوب تنصيق قوي مع مصر وتنصيق قوي مع السعودية إذا معا هذا التنصيق دكتور غباشي والإجراءات المتخذة والاستعدادات المتنوعة لإقامة وإنعقاد القمة العربية القادمة في الجزائر هل ترى أن هناك موضوعات ربما ستكون على رأس الأولويات وعلى رأس الأجندة العربية بشكل عام يعني أتصور ليبيا يعني هتكون أجندة مهمة جدا في القمة العربية القادمة لأن الجزائر إحدى دول الجوار ومعنية بالشأن الليبي مصر إحدى دول الجوار المهمة وصانعة ويعني متدخلة في الأحداث والواقع داخل الساحة الليبي بحكم الفدود المتركة وبين الأهمية أن يكون هناك تنصيق متبادل مصري جزائري في هذا النصاف ويعرض هذا الأمر على عموم القادة العرب في خلال القمة القادمة بالتأكيد الجزائر استضافت فتح وحماس على أرضها أملا في مصالحة فلسطينية سننصطيع من خلالها أن نحيي هذه القضية وأن نتحدث بلسان واحد ويد واحدة مع كيان غاصب يعني لا يريد دولة ولا يعطي أمل لقيام دولة فلسطينية مطلوب بشكل أو بآخر أن تبحث آليات الوضع بالنسبة للصحة الفلسطينية التوترات الموجودة في بعض الدول العربية الصحة اللبنانية صحة ساخنة ملتهبة ومسلوب عالم عربي يتكاتب لإنقاذ هذه الدولة ومسلوب أن تكون أجنتة الوضع اللبناني معروض على هذه القمة خلينا أقول لك الأحداث كثيرة جدا موجودة في العالم العرب سودان والأحداث الساخنة الموجودة فيها تونس والأحداث المتلاحقة وشكل فطاحن السياسي العالم العربي سيدة في وضع ملتهب وفي وضع ساخن وتتكالب عليه كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية وهو عاجل عن حل أي حضيئة إذن ومن هنا يأتي أهمية الوعي بهذا التكالب والاستعداد الجيد له لمواجهة ومجابهة هذه التدخلات الخارجية للأسف في الشؤون العربية الداخلية أشكرك جزيل أشكر دكتور مختار غباشي النائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية انتلقت فعالياته التدريب المشترك المصري السعودي مرجان 17 والذي تجرأ فعالياته بالسعودية ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية ويتضمن العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية وكذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة وافق مجلس وأنواب برئاسة المستشار أدكتور حنفي جبالي على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بإزدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي إلى جانب كونها مصدرا مهما لتوفير العملة الصعبة جاءت موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإزدار قانون المنشآت السياحية والفندقية حيث يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار السياحية وتوفير فرص العمل إلى جانب تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر للارتقاء بالقطاع السياحي وتنميته وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت السياحية والفندقية الوارد ذكرها في المادة واحد من القانون باستثناء المنشآت التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهم لما لهذه المنشآت منطبيعة خاصة المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونقش عدد من مواده وأرجع استكمال النقاش حوله لجلسة اللاحقة كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة تقرير لجنة المقترحات والشكاوى والذي جاء متضمنا عددا من الشكاوى والمقترحات تقدم بها النواب للحكومة وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين هذا إلى جانب إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى لجانة مختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها زيادة موارد الدولة من القطاع السياحي وتوحيد الجهات المعنية بإصدار ترخيص المنشآت السياحية والفندقية أحد أهم الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية كما أن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون صندوق السياحة والأثار تأتي في إطار الحرص على دعم وتنشيط القطاع السياحي والحفاظ على الأثار والإرث الحضاري من مجلس النواب محمود إسماعيل أنين هنأ دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة أقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية هنأ جموع المصريين بالذكرى الحادية عشر للثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة وأكدنا أنها تمثل يوما فارقا في الذاكرة الوطنية كما أرسل رئيس الأساقفة برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الباسلة لا فتن إلى أن رجال الشرطة ما زالوا ضحون بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار في حربهم ضد الإرهاب شارك وزيره الخارجية سامح شكري رئيس المعين للدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف تغير المناخ شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المصري الأمريكي الافتراضي حول تغير المناخ الذي نظمته غرفة أتجار الأمريكية وأشار شكري في كلمته لأن مصر تعتزم البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر في جلاسكو أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بلغ إدانتها والسنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقتين وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هجوم جديد لميليشيا الحوثي على دولة الإمارات العربية أعلنت أبو ظبي اعتراض صاروخين باليستيين في أجواء العاصمة دون وقوع خسائر ويعد هذا ثاني هجوم تتعرض له الإمارات على مدار أسبوع منذ استهداف الحوثيين مستودع للوقود في العاصمة الإماراتية ما أصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإشعال حريق بالقرب من مطارها الدولية وشمل التصعيد أيضا احتجاز الميليشيات سفينة ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر على صعيد متصل أعلنت تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إصابة مقيمين اثنين أحدهما سوداني والآخر من بنجلادش في محافظة أحد المسارح جنوب غربي البلاد جراء صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على المنطقة الصناعية في المحافظة الاعتداءات الحوثية المتواصلة أفضت إلى سلسلة من الضربات الجوية ضد أهداف للمتمردين في اليمن ما دفع الولايات المتحدة للدعوة إلى وقف التصعيد فيما دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار من جانبه دعا مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين دعا دول العالم أجمع إلى تصنيف هذه الميليشيا إرهابية استقبل الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيد أحمد أبو الغيتة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد أبو سعيدي خلال زيارته لمسقط وصرح مظر مسؤول بالجامعة العربية أن اللقاء تناولا مجمل الوضع العربي وعددا من القضايا الإقليمية كما شهد تبادل أن الوجهات النظر حول الأوضاع الدولية والأزمات العربية وسبل التعامل معها اقترحت لجنة برلمانية لليبية تصويتا في البرلمان غدا لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد وقالت اللجنة البرلمانية الليبية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستحتاج إلى تسعة أشهر من التحضير لمنع التزوير وضمان الأمن وتعمل اللجنة على إعداد خارطة طريق سياسية في أعقاب الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضية خرج الألاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيئها للتظاهر مجددا للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر وبلغ عددهم 73 شخصا على الأقل وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسايد لدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهورية أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأقراض في بيان لها استسلام 300 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي كانوا قد احتلوا سجنا في شمال سوريا منذ يوم الخميس وشن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضربات جوية ضد مسلحي التنظيم الإرهابي الذين فروا إلى المنطقة قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وأنه قرر تعليق مشاركتي في الحياة السياسية وطلب الحريري من حزبه طيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات وأرجع قراره في هذا الشأن الاقتناعه بأنه لمجال لتحقيق أي إيجابيات تساعد لبنان في الخروج من أزمته الحالية في ظل استمرار الطائفية أعلن التالي أولا تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في طيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها تانيا عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار والمزيد من المتابع والتحليل لا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس حرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ صلاح بعد تحية كيف ترى قرار الحريري وأعلانه بتعليق عمله بالسياسة وعدم الترشح باسم طيار المستقبل في الانتخابات القادمة وما له من تدعيات وطبعات مختلفة هو قرار سيد سعد الحريري اليوم ينم عن غضب شديد وشعور من جهته بحالة من الإحباط لم يتكن موجودة من قبل سعد الحريري تولى رئاسة الحكومة اللبنانية لثلاث مرات بدءا من العام 2009 انتهاءا عندما قدم استقالاته بعد الأحداث التي شهدها لبنان في 17 أكتوبر من عام 2019 الاحتجاجات الشعبية التي خرجت للتعبير عن غضب الشعب اللبناني تجاه السياسة والسياسيين الموجودين على التاحة السياسية الأمر الذي تتقمت معه الأوضاع انتهاءا بانفجار مرفع بيروت الذي فاكم الوضع على نحن لم يشهده لبنان منذ فترة طويلة الحريري فشل في أن يكون له بصمة في إحياء المصار السياسي في لبنان رغم التنازلات التي قدمها على مدار الفترة الماضية وشعوره بالمسؤولية الوطنية الذي جعله يتفاوض من أجل التوصل إلى حلول للأزمة التي تشعرت بزمج خلو المنصب الآسي بسبب عدم التوافق بين الأبقاء اللبنانيين مما جعله يضطر للتوافق بينه وبين خصومه التقليديين وفقده لبعض مناصرية وبعض المتحالفين معه يعني اتراضت على التفاهم الذي أقدم عليه مع عدد من الذين كان يعارضهم أو يعارضون أملا في أن يدفع بالحياة السياسية نحو أفاق أوسع وعدم الوصول إلى طريق مسدود لكن ما حدث في العامين الماضيين تحديدا من تفاكم الوضع الاقتصادي والنيار الليلة الإثنانية على نحو لم يسبق له مثيل حتى خلال فترة الحرب الأهلية التي مر بها إذن حالة الغضب من الوضع الحالي هو ما دفع سعد الحريري إلى عدم الترشح وعدم الخوض في أي من الحياة السياسية كما دقرت في كلماتك الآن أشكرك جزيل الشكر الأساسة صلاح مغوري نائب رئيس حرير وكالة أنباء الشرق الأوسط دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانيين جميقاتي إلى أن تستأنف حكومته المعروفة باسم معا للإنقاذ مهامها بجدية وفاعلية مشددا على أن تحديات راهنة لم تعد تسمح بأي تأخير على كافة الأصعيد المالية والاجتماعية والاقتصادية معبرا عن سعادة بعودة جلسات مجلس الوزراء جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل دام لأكثر من ثلاثة أشهر عقدة الجلسة بقصر الرئاسة ببعبد برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون ثم تحدث الرئيس بقاتي فقال ليسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة معا للإنقاذ مهامها بجدية وفاعلية لأن التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير ماليا واجتماعيا واقتصاديا وقال الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا وسنحاول قدر مستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجار الغاز والنفط وأضاف أمل أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسئولية بعيدا عن أي خلافات وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل مناكفات قال رئيس اللبناني مشيل عون إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد من تراقم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد جاء ذلك في بيان تلاهو وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية والتعليم عباس حلبي عاقب انتهاء الجلسة في مسهل الجلسة رحب الرئيس عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمع خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء وإن كان استمر عمل الوزراء إفراديا أو عبر اللجان الوزارية وأضاف انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد وقال لقد سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات في لبنان بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وقفا وفقا لهذه القاعدة الدستورية من عكس على الكثير من المطالب الحياتية الضرورية للمواطنين وأود التأكيد في هذا المجال على أنه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية وطلب الرئيس عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين على أن يتم لاحقا دسجد والأعمال أعود إلى الشأن المحلية حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود تقص بارد نهارا شديد البرود ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي الغربية والسواحل الشمالي الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على مدار الأيام القادمة مع موجة الانخفاض الشديد والملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الباردة خلال ساعات النهار شديدة البرود ليلا على كافة الأنحاء خلال اليوم والأيام المقبلة استمر انخفاضات درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية اليوم وعلى مدار هذا الإسبوع يمكن كمان الانخفاضات هتبقى ملحوظة يوم الأربع والخميس القادمين بإذن الله احنا اليوم طبعا لسه متأثرين بالكتل الهوائية القادمة من طبعا جنوب وشرق أوروبا الكتل دي كتل هوائية شديدة للبرودة هي اللي بتعمل عن انخفاضات درجات الحرارة الانخفاض ده ملحوظ خلال فترة النهار وفترة الليل الطقس بيكون خلال ساعات النهار بارد على السواحل الشمالية للبلاد القاهرة الكبرى محافظات الواكه البحري محافظات شمال السعيد وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من موجة البرد التي تصل إلى حد السقيع في بعض المناطق ليلا مع توقعات لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة متوقع بإذن الله بداية من يوم الأربعاء أن تصل إلينا الكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من مناطق جنوب وشرق أوروبا بشكل أسرع إلى داخل الأراضي المصرية ده بيؤدي في حد ذاته إلى نقل الكتل الهوائية إلى داخل الأراضي المصرية دون تعديل كبير بسبب أنها بتعدي على البحر المتوسط بشكل سريع بتصل إلى الأراضي المصرية درجات حرارة منخفضة جدا يوم الأربعاء القادم بإذن الله متوقع أن تكون العظمى على كافة الجزء الشمالي من الجمهورية بداية من سواحلنا الشمالية ومحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى 13 درجة مئوية بالفعل على هذه المناطق أعلى درجة حرارة بيتم تسجيلها على مضار اليوم هذا ويسود تقصن شديد البرودة ليلا مع توقعات سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرية وسيناء وتصل إلى القاهرة وتتواصل التحذيرات التي تطلقها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للسادة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدرورة تتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمل صبري أمين بدرورة مانين متواصلة معكم نتبع فيها بعد الفاصل أنباء عن تقديم رئيس بوركينا فاسو استقالته من منصبه بعد القناة العسكرية والآن مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع زميل محمد عبد الحكم أليكم محمد شكراً أمل وأهلاً منكم مشاهدين الكرام في عزي الوقفة الاقتصادية أبرزما فيها رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ وحدات سكن كريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ وتطوير وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية وشل رئيس الوزراء إلى أنه تم إعداد حصر للوحدات الغير ملائمة في القرى لتطويرها من أجل توفير حياة كريمة للأهالي كما وجه رئيس الوزراء أيضاً بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات السكنية مع مراعاة أن يتم الالتزام برسومات هندسية محددة إلى جانب تحديد الأسعار كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع رؤساء وممثلي المجالس التصدرية بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالاستمرار في العمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بعدما سجلت خلال العام الماضي أكثر من 32 مليار دولار كما أعرب مدبولي عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل تحقيق هذه المستهدفات لإحداث طفرة وقفزات ملموسة في هذا القطاع القى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصة في تحديات المناخة وخلال كلمتي أشار مدبولي إلى أن مصر تلتزم استثمار رئاستها القادمة لمؤتمر الأطراف وقيادتها للعمل المناخي العالمية لتعزيز الاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر كما لفت مدبولي إلى أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات أعقد وزير المالية محمد معيد جلسة حوار مجتمعية مع رجال التجارة والصناعة لمناقشتهم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الدولة خلال جأحة كورونا وكيف تخطط تلك المرحلة عقد الدكتور محمد معيد وزير المالية الحوار المجتمعي الأول مع رجال التجارة والصناعة لمناقشتهم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 والذي استعرض خلاله معيد ما واجهته الدولة من صعوبات مالية خلال بداية جأحة كورونا وما استطاعت إنجازه حتى الآن وما تصب إليه الدولة من تحقيق إنجازات جديدة الحوار كان إيجابي بدرجة كبيرة جدا جدا أفكار ممتازة وتفاعل كان عظيم خاصة في الأهداف الاستراتيجية للدولة إزاي نحن نقدر من خلال إجراءات ومستهدفات داخل الموازنة نتحرك في اتجاه زيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار زيادة الإنتاج الصناعي الحاضرون من رجال الصناعة والتجارة طرحوا أفكارهم وعرضوا المشكلات التي تواجههم أثناء العمل للخروج بتوصيات أو أفكار بناءة لحل تلك العقبات التي تواجههم وكيفية تطبيق مقترحاتهم على أرض الواقع قالوا إنه مثلا على سبيل المثال ودي عجبتني كفكرة إنه عاوزين مراكز تدريب وتدريب على الصناعات تكون بتقدم لها حوافل مثلا إنه ما يبقاش خاضع في فترة تدريب ودريب تكسب عمل ولا لتأمينات ولا لأي رسؤوم إنه بدي حوافز للصناع اللي هم أو رجال الأعمال أو المستثمرين اللي هم يقيموا مراكز تدريب ودي فكرة كويسة جدا كان في فكرة خاصة ببحث مدى إمكانية إنشاء كيان داخل الدولة مهتم فقط بالصدرات بنسق بين كل الجهات المعنية جلسات كهذه تؤكد حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية بأهمية التواصل مع كافة أطياف المجتمع والهدف الوصول بالمجتمع المصري والاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة عمر حمزة أنيل أعلنت وزارة الطيران المدني نجاح ست مطارات مصرية هي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العربة الدوليين للعام الثاني على التوالي في تجديد شهادة الاعتماد الصحية الدولية للصفر الآمن والتي يمنحها المجلس الدولي الدولي للمطارات ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات جدير بالذكرى أن 11 مطارا مصريا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحية للصفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات خلال عام 2021 تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي خط إنتاج الصلب المضرع بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية إذانا ببدء العمل بشكل رسمي تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قيادات القوات المسلحة خط إنتاج الصلب المضرع بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية هذا المشروع يأتي في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الصلب المضرع من خلال وزارة الانتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات بشرية وتصنيعية وتكنولوجية ومعملية تضاهي مسيلتها في الدول الأخرى التي تعمل في هذا المجال وخلال كلمته أوضح وزير الدولة الانتاج الحربي أن مشروع تصنيع الصلب المضرع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلي وتوطين صناعة الصلب المضرع التي تسهم في تأمين احتياجات الأمن القومي المصري نظرا لدخول مصر عصر إنتاج العربات المضرعة مما يتطلب معه للحفاظ على الاستقلالية إنتاج صلب مضرع عالي الإجهاد يحقق الوقاية تبقى للمواصفة العسكرية العالمية وهو مكان يتم استراده من الخارج بالصعوبة بالغة وبتكلفة عالية بالعمرة الصعبة وفي توقيتات قد تكون غير مناسبة حيث أن مصانع إنتاج الصلب المضرع في العالم لا تتعدى خمس مصانع تقوم باحتقار المنتج وتفرض أسعار باهزة تمنا له ويتعاون مصنع مئة الحربي التابع لشركة أبو زعبا للصناعات الهندسية مع إحدى شركات القطاع الخاص العملاقة الرائدة في استخدام أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الصلب الإعلان الرسمي عن إنتاج وتصنيع ألواح الصلب المضرع محليا يعد نقلة نوعية على طريق امتلاك تكنولوجيا صناعية متطورة تدعم عملية الاكتفاء الزاتي من إنتاج وتصنيع القامات الاستراتيجية والحيوية محليا ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية علي فتحي النيل نهاية الوقف الاقتصادية ونعود من جديد إلى زميلة أمان نعمان إليك أمان أشكرك محمد أفدت الأباء أن رئيس بوركينا فاسو براك كابري استقال من منصبه ولم يعرض بعد مصيره في حين أعلن ضابط في جيش بوركينا فاسو تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان انتلقت المحادثات بين ممثلين عن طالبان ودبلوماسين غربيين في أوسلو اليوم تتركز على الأزمة الإنسانية في أفغانستانة حيث يعاني الملايين من الجوع وفقا لما أعلنته الخارجية النرويجية وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان منذ وعادوا إلى السلطة في أغسطس التقى أعضاء الوفد بقيادة وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي بممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج أعلن حلف شمال الأطلسية ناتو أن دولة تحاضر قوات احتياطية في حالة تأهب وأرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إيانس سترنبرغ إن حلف شمال الأطلسي سيواصل اتخاذ كل الإقراءات اللازمة للحماية ودفاع عن كل الأعضاء لسيما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية والآن مع أخبار القرى والملاعب أخبار الرياضة ومن جديد عودة للزميل محمد عبد الحكم إليك محمد شكراً أمل وهناك سلاح الدين من أقدم المتاحف التي تم إنشاؤها لتكسيد بطولات رجال الشرطة المصرية عبر التاريخ القديم والحديث والذي يضم مقتنعات لأجهزة الأمن المصرية والوثائق الخاصة بالقرائم والقضايا المشهورة ومحاكاة لكفاح الشرطة ضد الاستعمار حكايات تاريخية ووطنية على مدى العصور تعيد أحداث وبطولات رجال الشرطة المصرية وكفاحها ضد الاستعمار خلدها متحف الشرطة القومية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة والذي يهدف إلى إبراز تاريخ الشرطة منذ أقدم العصور ويحتوي على مقتنيات أجهزة الأمن المصرية وملابس أفراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط والمجرمين والوثائق الخاصة بالقضايا والجرائم المشهورة وبعد ما استخدم فيها من أسلحة في ذلك الوقت أهمية متحف الشرطة في موقعه أنه هو بيبدأ من معصر المملوكي لعصر الحديث المتحف بيضم ست قاعات أول قاعة قاعة هي الاختيالات السياسية منها اختيال رئيس جمال عبد الناصر واختيال النكراشي واختيال أحمد بشا ماهر القاعة التانية بتضم أشهر الجرائم زي صور ريا وسكينة وصور الخط وصور السفاح القاعة التالتة بتضم عيد الشرطة القومي وهو كان من سنة 69 ومنها موقع تسماعيلية من أول بقى قاعة رقم 4 وخمسة وستة بتضم الأسلحة عبر العصور من العصر الفلعوني والعصر الإسلامي والعصر الحديث وبتضم الزيل الشرطة برضو عبر العصور متحف الشرطة القومية الذي يفتح أبوابه للزوار للتعرف على تاريخ الشرطة قادما وحديثا يضم نماذج مجسمات تعايش وتحاكي قصة بطولات الشرطة ضد الاستعمار في معركة الخامس والعشرين من يناير لعام 1952 والتي وقعت بالإسماعيلية لتعيد أحداث روض بطولات المصريين جاي هنا النهاردة أخلي أولادي يتفرجوا ويعرفوا مدى الإنجازات والقلعة والإنجازات عيد الشرطة وحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة برضاك التاريخ إنها بتدل على أن الشرطة هي الأمن والأمام في مصر إحنا كنا فيهن وبعنا فيهن الحمد لله وصلنا لطريق كويس الظروف اللي دايرة حاليا في مصر بتتكلم على رجال الشرطة وبالذات الشهداء الشرطة دايما شهداء الشرطة دي لما تيجي تتكلم عليها نتكلم عليها دا هنقول إيه ولا إيه بيضحوا تضحية فوق ما تتخيل قضايا الاختيال السياسي والتزوير ومستخدمة في تزوير العملة من آلات والأسلحة المستخدمة قديما كالسهام والأقواس والدروع نماذج مجسمة نسجها متحف الشرطة ليعبر عن الأصالة والطراث المشرف والوطني لكل مصري صفحات بطولية لتاريخ ونضال الشرطة المصرية عبر العصورة يتم تكسيدها داخل متحف الشرطة القومي والذي يحتوي على عدد من القطع الأثرية النادرة لرجال الشرطة والأدوات التي كانوا يستخدمونها ليظل المتحف شاهدا على تضحيات رجال الشرطة وعطائهم المستمر في الدفاع عن أمن مصر وحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من داخل متحف الشرطة القومية بالقلعة أحمد ممدوح أن ختاما هذا تذكير بأهم عنوين الأخبار رئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تابون الذي وصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين خلال اجتماع وزري رئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية الحرير يعلن تعليق مشاركتي في الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات في لبنان ناتوا هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي اتناكم بها من قناة النيل الأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل تحية